السلام عليكم اخواني اخواني اخواتي كديرين لابس عليكم كامس من اشاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال ستكون انشاء الله بصحة جيدة اليوم انشاء الله سنشارك معكم اذكره مع هذه اللي كانت جزمينه بديدة 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 وخفيفة وطف المكونات ديالها يعني اقتصادية في المكونات ديالها وهناي كنتمنى انتنا الاعجاب ترجم كنشكر جميع اخوان اخوات المتسببين في القناة سعيدي وكنتمنى لكم فرجة ممتعة وانشاء الله سنجد منها الطريقة والمقادم هنا عندي ثلاثة المعرق عندي ثلاثة المعرق السكر والسندة عندي ثلاثة المعرق وعندي ثلاثة الحمضة مع صورين هنا اول حاجة سنجد الماء في القصرونة نجد الحمض ونجد السكر نضيف الوصول نضيف الوصول ثلاثة المعرق نضيف الوصول ونضيف الوصول باستمرار ونضيف الوصول نضيف الوصول سوف نقص على البطاق و لا نقص على البطاق سوف نحرك حتى يتقلي الكريمة سوف نقص على البطاق 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 سوف ندمر الخحوق سوف نقص على البطاق سوف نقص على البطاق سوف نقص على الطاق ادخل البيت سوف نز extra حامض تضع البر pigeon السابق عرقه كيف يزيد لوحة المضاق كيف تلاحة اللون هنزيد هنا روح الليمون هندي رسم عرقه نضيفه سوف نضيفه 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 قام باطل اضعها في تلاجة وضع الكريمة أنها أضع الكريمة لبنى محتاجة التي تشغيلها اضع الكريمة ثم اضع المنزل اضع أمرا بالنسبة لي اضع الكريمة ميات العصر سوف نأخذ الكريمة الخرادية الحامض هنا الشوكي مش وراق صاحس سوف نعود نخدمها بالخلاق بالطراب ترجمة نانسي قنقر هنا سوف نخدمها قليلا لكي نشعر هذا الملمس سيكون ليين أو ملس سوف نزيد الكريمة أو قشة الطرية سوف نخلط بشوية 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 سوف ندخل بشوية بشوية ما هي أصلا ممكن تديرها كاملا حيث محتاجة لشوية الكريمة فطريت نخلي منها نس قريم حالا دخلت فيها النص وخليت المس نحن نغري من المترجم عن طريق نحن نغري من المترجم انا حاولت ان الفيديو ما نقصتش منه باش نخلاكه باش تشوفه مزيئ اشتركوا في القناة انا حاولنا نخلطه مزيئ باش تكي ينسجمه مع بعضياتهم نرقية انا نخلط الخديث وقصيف التخلات حيث نخلطي بشوية بعد ما خلطتها كما تشوفوا هذه الكريمة لا تشكل هذا كما تجي هنا تجي عاقدة وقفة بحل ما كان خمس وبيع كافة تزين تجي واقفة فاكنت ادي الوصفة اليوم وكنت اتمنى انت لان اجهال وهنا يكون لدينا اخوان الاخوات من مغرب وخارج المغرب وكنت اتمنى ان تصوفق الجميع وسنقول لكم السلام عليكم في الفيديو اخر ان شاء الله موسيقى